تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز على الفيسبوك حلقة اليوم بعد فوز برشلونة اللي شفناه على ريال بيتس الفوز اللي كسر سلسل من النتائج السلبية بالدوري اللي يعطى رسائل كثيرة ودروس كثيرة لكوماً وأيضاً للجماهير بداية اللقاء شفنا طبعاً روبيرتو بيبدأ على اليمين لأنه دست لعب دوري أبطال شفنا بوسكتش فيرجع يبدأ مرة ثانية ولكن شفنا ميسي مش موجود شيء يعني قبل ما نشوف شو صار في اللقاء كان واضح في شيء غلط إنه إذا انتم رايحه فنياً ما في سبب تخلق مشكلة باللا شيء بدون سبب يعني ما في شيء فهذا أولاً فأكيد مش قرار فني القرار الآخر بدي يكون إما اللاعب عنده انزعاج أو إصابة لكن لما شفناه يبدو مش مصاب فمنروح للحال الأخرى الثالثة هي أقرب للمنطقية والله ميسي مرهق بدي أريحه وهون في حالتين الحال الأولى إنه المدرب دخل بميسي ديناموكييف وهو مخطط يريحه عمام بيتس وهذا غلط جداً لأنه بالدوري وضعك أصعب من الأبطال الأبطال مسيطر عليها أمورك تمام فكان لازم تحكس هذا الشيء الأول أول عكس إنه والله لا لحب ديناموكييف الأمور تمام بس بعدين في التدريبات بعد ديناموكييف ظهر عليه الإرهاق الشديد فقرر المدرب إراحته هنا منطقي إذن فنياً مستحيد يعني إن كومان بيكون ضحى بنفسه اليوم وحنا عارفين شو حيصير لو كان القرار فني لكن على الأغلب هذا مستبعد إصابة شفنا ميسي وضعه تمام لما نزل إذن بتظل الحال الأخيرة قبل أو بعد ديناموكييف توصل كومان لقرار إراحت ميسي برشلونة دخل لقاءه مع رسالة واضحة بدي أحسنه بسرعة رتم عالي ضغط عالي افتكاك كرة سريع وبنفس الوقت في أول عشر دقائق باتي إيلوفورستين وجريزمان إيلوفورستين برشلونة ما وقف الكثافة ما وقف الحدة في أول ثلاثين دقيقة شيء واضح على كثافة وحدة برشلونة اليوم صنع ما يقارب ست فرص وفوقهم هدف ديمبلي هذه الكثافة تقريبا نسيناها بآخر سنتين مع فالفيردي ومع ستين عن برشلونة تحديدا في الشوط الأول في الحسن في هذه الناحية معكوما لازم نركز عليه وأيضا هذه مباراة أخرى لاحظنا فيها تحسن برشلونة كثير بالارتداد من الدفاع للهجوم الارتداد اللي كان ضعيف جدا بالموسم الأخير لفالفيردي وبالنصف الموسم اللي مع ستين شوفوا الهجمات اللي في الشوط الأول معظمها بتلقى كرة كرتين وتروح الكرة لنصف الملعب بعدين تروح على منطقة الخصم بسرعة الفريق لما يلقى مساحة عند الخصم عم يرتدي بشكل أفضل بكثير مما كان عليه حال الموسم الماضي ربما أوضح حال للموسم الماضي اللي صار في الكلاسيكو اللي كسبه ريال مريد بهدفين لما كان لعب برشلونة يصعد بس بعدين فجأة يوقف ويرجع بالكرة الارتداد كان سيئة تحسن كثير مش بس اليوم في المباراة الماضية حكيت نفس الكلام وأعتقد اللي قبلها أيضا برشلونة ظهر اليوم متحسن جدا في مسألة تحريك الكرة من اليمين لليسار ومن اليسار اليمين اللي هي كانت تنتقد كثير في الموسم الماضي برشلونة بوجود ديمبلي يمين فات يسار أصبح الشكل الملعب طبيعي جدا فريق عنده يمين وعنده يسار فاللاعبين اللي زي دي يونغ زي بدري عم بيساعدوك انهم ينقلوا الكرة وغيروا اتجاه اللعب وتغيير اتجاه اللعب أساسي جدا شوفوا هدف ديمبلي الكرة رحت لليسار وبعد أكمل تمرير على اليسار رحت على اليمين فكان بشبه موقف واحد لواحد سجل منه الهدف عثمان ديمبلي برشلونة اليوم في الشوط الأول استدرج بيتس للسرعة العالية هو عارف بيتس ما بيقدر يجاري استدرج ولعب برتم عالي وهذا كثير ممتاز لبرشلونة دليل تحسن الحال اللي يقيم خصوصا في شوط الثاني شفنا الرتم مرة ثانية عالي يعني شوط الأول كان مثالي وكان ممكن يخلص بخمسة صراحة يعني كان ممكن الناس ما تقول اوه غلط وما نزل ميسي شوط كان خالص فرص ضاعت كثير قيمة ميسي محفوظة وحنتكلم عنها لكن الفرص هي اللي ضاعت فبرشلونة بالسرعة العالية فعليا ضغط بيتس بشكل مش طبيعي بيتس حاولي جاريه واخطأ لولا سوء حض اجريزمن وخلونا نتكلم عن الناحية الدفاعية اللي فيها اكثر من شغلة بدي احكيهم مع بعض اولا الناس حتيجي تقول روبيرت وهو نقطة الضعف وانا من الناس اللي مقتنع دست لازم ياخد فرصة اطول اربع خمس مباراة وربعض وبعدين نتأكد هل هو الاساسي ولا لا مش ولا مباراة اه مباراة لا يعني انا مميل انه روبيرت وما كان مقنع هدا عارفينه بس اليوم تحديدا انه نيجي نقول روبيرت وهو نقطة الضعف فيها شوية ظلم برشلونا بشكل عام زي ما احكد عن كومنت حسن جدا في الارتداد الهجومي لكن لسه بالارتداد الدفاعي فيه كثير مشاكل دائما بكل لقطة بنقطع فيها الكرة من برشلونا بالثلث الثاني او مشارف الثلث الاخير بياخد الفريق شكل غريب بشكل فيه نوع من الانكماشات الغريبة بتلقى دي يونج بيركض جان بوسكتش وبتلقى مساحة على اليمين ومساحة على اليسار شي بسمح كثير للعبين ينطلقوا ويوقفوا ويوقعوا بين الخطوط ويروحوا على مرماق هذا واضح الفريق بارتداد الدفاعي ما عنده شكل منظم ما عنده استراتيجية جماعية للفريق هذا الجيد اول الشي الثاني سواء بالهدف الاول او الهدف الثاني كان فيه عنصر مشترك بيكي عم بيضغط وعم بيخرج من مناطقه ولما يخرج من مناطقه بيكي لم يعد بسرعة زمان هذا اولا وبوسكتش لم يعد بتمركز ونباهة وسرعة زمان بدأما لما تيجي هذا الخطأ بتلقى بيكي مش بمكانه بتلقى روبرتو اللي هو متعود عيسارو بيكي بيقع في موقف مش طبيعي هذا شيء واضح جدا في الهدف الاول والهدف الثاني وبتلقى رينجلي مش حابة تمركز على هذا الاساس على اساس ممكن تنقطع الكرة من بيكي فبتيجي الدربكة والخطأ ولما حكيت عن سوق ارتداد دفاعي بيجي نوع هذا الهدف ايضا روبرتو ترك لوحد يعني دمبلي دفاعيا ما سانده بما فيه كفاية معظم المواقف بوسكتش ايضا ما سانده بكثير مواقف كان يوضع واحد لواحد وبعض احيان اثنين على واحد فالطبيعي لما تحط لاعب مع لاعب مهاري ممكن يمر منه مرة ومرتين ما بدافع عن روبرتو بشكل عام بحثي بهذا المباراة ظهر عنا مشكلتين دفاعيات واضحة جدا تقدمات بيكي اللي هي ابعض احيان غير مدروسة وبنفس الوقت ارتداد برشلون الدفاعي بده تحسين واضح لو حبكم ان ينافس على الالقاب بخصوص جريزمان وقبل هدفه اللي سجله الشرط الثاني ايجريزمان قدم مباراة ممتازة قدم مباراة ممتازة وقدم امام يوفينتوس مباراة ممتازة وقدم امام ألافيس مباراة ممتازة ولو سجل ولا اما اسجل الان الناس بده تشوف اهداف هذا طبيعي وهو مهاجم لازم يسجل اهداف هذا اكيد بس دوره فرط الخطوط اليوم في اللعب ما بين خط الوسط وخط الهجوب بشكل ممتاز جدا تمركزه تحركاته المستمرة كفاحيته الكبير جدا اللي عم بيقوم فيها بأرض الملعب وفعليا فيه عناد حظي يعني زلم بالاخير ركلة الجزاء ما ايجت معه مع اني عند ركلة الجزاء بدي اوقف واغقول كان لازم ما يسدد لانه اخر ثلاث تزديدات ركلات الجزاء ما سجلهم فاليوم لما تيجي تقول لي والله اهدر اربع ركلات متتالية هذا لا يسئله هذا بالعكس الوم كومن اللي لازم ما تخلي لاعب سجله سيء يسدد خصوصا لما شفت النحس لابسوا لبس في مباراة اليوم ايضا ديمبلي شفناه بلعب مباراة ممتازة جدا هجوميا عم بلعب دوره اللي بيروح اقرب دائما للخط عم بيقدر يمسك كرة عم بيراوخ عم بيكتسب ثقة تدريجية شيء ممتاز جدا الناحية البدنية محتاج لسه شغل ناحية مساندة الدفاعية لسه محتاج شغل لكن مباراة بتأكد انه ديمبلي يوم عن يوم هو افضل دخول ترينكاو بدل ديمبلي بتوقيت انا بعتبره مناسب لانه ديمبلي لازم اللي زيه يشعرون دائما في انه منافس لازم ما يشعروا ابدا انه بدون موجود ضغط يؤقد لكم ان انا شايفه تبديل ترينكاو مباشرة بعد ما حس المباراة حسمت عشان يقول لديمبلي انتبه في لسه اليك بديل مسي دخل بدل باتل مصاب بديل وانتهت المباراة بهذا التبديل مباشرة المسي بدون مي المسكرة بيصنع هدف برد على فئة غريبة من المشجعين برشلونة المشككين الان اتفاجأت وانا بقرأ بتويتر كنت افكر انهم مدريديين يعني رات اتأكد واللي بيقول لك نحن الان نلعب كفريق من دون مسي جماعيين اكتر من دون مسي واللي بيقول لك انا من زمان كنت متشوق اشوف برشلونة بدون مسي طبعا تحديدا هدول الناس انا على اغلب شجعوا برشلونة عشان مسي يعني الاغلب هذا اول ثانيا مسي ببساطة مش محتاج جيل مسكرة عشان يقول للناس دول اصحوا يا عالم انا مسي بدون من المسكرة حسب مسي سجل صنع مسي ورق كم يفرق ثقة لعبي برشلونة كلهم نفسهم مش بمسي بنفسهم لما يكون لينال موجود بطرح هالامور لا تقاس بصورة هون او صورة هون او بهدف او طريقة هدف مور معنويا وذهنيا تفرق كثير لما تكون يلعب معا لينال ميسي برجع اقول انا متأكد تماما انه كومن ما كان يفكر فنيا اليوم بايه راحة مسي على الاغلب اما قبل دينامو كيف او بعد دينامو كيف زي ما اقول كان القرار المتخد مباراة بالمجمل ممتازة لبرشلونة تنوع فيها بالشكلين بين 4-2-3-1 لأربعة 4-2 في شوط الثاني بعد دخول ينال ميسي بدري يقدم مباراة ايضا جيد جدا دينام قدم مباراة جيد جدا بوسكتش اليك عليه في النواحي الدفاعية كثير والبدنية في الارتداد واضحة الفريق عم بتحسن في كثير نواحي هجومية الفريق عم بكسر سلسلة من النتائج السلبية في الدوري وعم برجع يعيش جوه من الهدوء لبعد الجولة الدولية بس هذا الفريق يمكن البناء عليه فريق اوضح شكلا اوضح معالمه من اي فريق شفنا لبرشانها باخر موسمين سابقات بنوصل هون نهاية هاي الحلقة كنت معكم انا محمد عم فائد موجود سلفي سبورت على اليوتيوب وفي فيسبوك وانستغرام وتويتر والسلام عليكم ورحمة الله